عطل في المحرك أجبر طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية كانت في رحلة من دلمان إلى بيروت الأربعاء على الهبوط في مطار أركان غير الشرعي في الشمال وعلى متنها ما لا يقل عن 30 راكب و6 من أفراد الطاقم بحسب شبكة NTV ومنهم لبنانيين أحد المسافرات تروي في اتصال مع قناة الجديد تفاصيل ما حدث أوكي فاللي صار كنا متجهين على بيروت من مطار دلمان رقم الرحلة تي كي 7-846 وثلاثة ربع تيارة كانت فاضية كنا 25 إلى 30 باسندجرز ماكسموم كان في ثلاثة أشخاص قاعدين وراء الوينغ يعني وراء 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 البيئة كل الباسندجرز كانوا قدام فقبل بشي نص ساعة من اللاندين مننتبه أنه الجانح عميولة الموتار أو الأنجن كان على بيروت فاللي بيصير أنه مناخد فيديو ونروح ركد على الكابن كرو منواجيون بيأخذوا التليفون بيركدوا عند الكابتن وطبعا نعمل إمرجنسي لاندين بسايبرس بأيرجون أيربورت الكابتن صراحة تصرف بطريقة كتير مضبوطة ضغر طفل أنجنز التيارة وطفل كهرباء كلها بالتيارة يعني ما عد في ضو ما عد في شي عتمت الدنيا كلها وعمل إمرجنسي لاندين وطبعا كمان فضى حسب ما فهمنا فضى التيارة من الفيو الكرميل ما يصير فيه ماس كهرباء وما تحترق التيارة كلها الركاب اشتاكوا من سوق تعامل طاقم الطائرة معهم معتبرين أن هذه الطريقة كانت غير محترفة المشكلة الأكبر كانت كمان من بعد هيدا الشي من بعد التراوما اللي عشناها ونزلنا على مطار سايبرس للشي ساعتين ثلاثة ما حدا عبرنا ما حدا نفسر لنا شو هيصير ما حدا إجا وفسر لنا شو صار أو شو هيصير أو كيف هنرجع بيروت قالوا لنا أنه مضطرين نروح على اسطنبول ومن اسطنبول نرجع ننزل على بيروت تركونا شي ساعتين ثلاثة بدون مبالغة ما حدا إجا لعنا من ولا حدا من التركيش كلما نتواصل مع حدا من ستاف المطار يقولوا لنا نحنا ما دخلنا نحنا ستاف المطار بتكون تحكموا على التركيش كلما نقللهم ينزلوا ما حدا يرد علينا وما كانوا كمان عم يردوا على ستاف المطار اللي بي سايبرس فطرينا أنه نحمل حالنا ونجمع حالنا ونطلع على الأمن العام بالدبارتشرز بي مطار أرجان كرميل هن يتواصلوا معهم ويجبرون أنه يجوا فبهالوقت كان بس عملنا هيك إجا شخص من التركيش إيرلينز وقالنا ما تعتلوا هم حتطلعوا على تيارة على اسطنبول عم نضبط لكم البوردينج باسز وحطيروا على الساعة واحدة وثلاث قلنا له أوكي تمام وكيف منروحها بيروت قالوا لنا خلص نحنا حنحجز لكم التيارتين وحنعطيكم البوردينج باسز قبل ما تطلعوا على اسطنبول وفي مطار اسطنبول وقع إشكال بين ركاب الطائرة وموظفي الشركة أيضا نوصل على اسطنبول مننزل بيكون في شخص ناطرنا بيقلنا يلا لازم تروح على الترانسفير داسك لأنه تيارتكم بعد ساعتين نوصل على الترانسفير داسك عبنا التيارة ستة ونص منوقف كلنا بالدور بيعطونا بوردينج باسز للتيارة تناش ونص الدهر تاني نهار فطبعا نحن مقبلنا الموضوع ودللنا عمل خانقهم وكيف هيك صار وأنه ما بيصير يعني يعطونا بالقليلة قودة أوتال النم فيها فعطونا أكسز على البزنس لونج قالوا لنا ما فينا نعملكون شي بتكون تنطروا بالمطار كانت ساعة أربعة ونص الفجر طلبنا كذا مرة أنه نحكي مع حدا من التركيش أيرلينز أو أنه مش من التركيش أيرلينز نحنا كنا على الدسك تبعا بس أزني نحكي مع حدا من المانجرز أو حيالة سوبرفايزر صار يقولولنا ما في حدا هلأ موجود بالمطار ما في ولا سوبرفايزر بقينا ساعتين بدون مبالغة مع الولاد وقفين عم نتخارق معهم كرميل يعطونا بيسيك أمانيتيز يعني بس بدنا نقعد نريح بشي محال مش معقول أنه نحنا واصلين للعشر ونص على أبرس ما حدا زبط لنا الموضوع ما حدا هتام ما حدا زبط لنا تيارة وكذبوا علينا كمان قالولنا أنه حطيروا على ستة ونص برجع يذكر أن شبكة CNN حاولت التواصل مع الشركة المشغلة لمعرفة تفاصيل ما حدث إلا أنها رفضت التعاون ترجمة نانسي قنقر